صبعا خير او مساء خير حتى بالوقت اللي يشوفني فيه مولود برج الدلو هدخل عطول فيه العلاقة العاطفية المذيذة القراءة العاطفية الله عشر كباب طاقتك طاقت الشيك على حسب ممكن يكون سعادة انت حاليا في علاقة اا او متقدم لك عرض جواز او في علاقة شايفة انها كاملة يعني او علاقة ممكن تبقىها تبقى جواز ااا في حد يفيكم مقدم لتاني عرض بس اا فيه غموض فيه غموض في العرض ده ممكن تكون متقدم لك عرض ارتباط من حد وانت شايف ان العرض ده فيه غموض شوية وممكن تبقى مصلحة الله اعلم على حسب الورقة على حسب ما نشوف في الورقة مشاعر الشريك مشاعرك انت او شايفك ازاي هو انت كتن شايف ازاي اا خطوة اللي عايز ياخدها تجاه العلاقة وخطوة اللي انت محتاج تاخدها سواء تجاه العلاقة او بتجاه نفسها اكي وشايف العلاقة ليه ايه او محتاجة ايه وانت شايف العلاقة لي ايه او محتاجة ايه فيه نصيحة طبعا في الاخر طب مبدأين كده برج بداله اا ممكن تكون هي علاقة اا قديمة اا اا لان هي علاقة كان فيها واجهة تتعلم بس ده مبدئيا يعني مشاعر الشريك اا ممكن تكون بديتعمل محادة من بوربليكوس اا هو حاليا لو هي علاقة قديمة وانتهد فهو حاليا استشعى ممكنة من اي جروح لو هي علاقة اتقفلت اصلا وبقالكم مثلا شهور اا سنين ما بتتكلموش او ما بتتوصلوش فهو اتشافة من الوقت ده او في مرحلة اتشافة وابدأ حاجة جديدة اا مشروع شغل بدأ ينمي عنده موهبات ما مثلا يعني من الاخر كده بيحاول يشغل الوقت اللي انت كنت معه فيه هو بدأ يتشافة والمشاعر حاليا يعني يتشافة كمان من المشاعر السيئة اا ممكن مثلا لو انت كنت تتعامل مع بعض الطريقة مش حالو فهو بدأ ان هو ينسى لطريقة اللي انت كنت تتعمل فيها معا انت حاليا مشاعرك اا مش هقول ميتة هنقول اا مشاعرك كمان انت كمان بتتشافة على فكرة يعني الكابتين برضو بيوضحه بعض هو بتشافة وانت كمان بتتشافة انت في اخر مرحلة من مرحلة التشافيزي بالزبط على فكرة اا بتتكرش يعني انت لوحدك المشاعرك اا خلاص كمان انت بتنهي كمان الزكريات الوحشة اا وبتحاول تقرب برا الهالة الوحشة اللي كانت في العلاقة بتحاول تتشافة وبتحاول تبص للعلاقة بمنظورك يعني هي لو كانت علاقة مثلا كنت بتصلاح على انه مثلا من الطرف الاخر كان اا بتاع بنيات مثلا اا او ما كانش بيعملك بطريقة فيها اهتمام اكتر فكن بدأت ان انت مشاعرك تتغير اا اوكيي هو كمان برئة شايفة وانت كمان بتتشافة معاه كان شكل العلاقة كانت مقطوعة يعني وكان فيها استقرار جامد قوي وانت تقريبا في طريقك للاستقرار ده اا فهو شايفك ازاي او مزال شايفك ازاي لو هو قطع معاك طبعا هو اا شايفك ان انت اديت له ظهرك انت اديت له ظهرك وقصيت لقدام اهو انت كمان اهو انت فعلا مشيت اا ممكن تقول انت لنهاية العلاقة لبرج الدل فهو شايفك ان انت اا بدأت تبوص الحاجة قدام اا وليه برضو كتير معنى لو انت لو انت وتفارقت بسبب سفر اوكيي فهو شايفك ان انت بدأت حاجة جديدة من غيره مشيت وسته ونهاية العلاقة وسلام عليكم اللي بنزع انا مش شايف ان العلاقة دي فيها استقرار او مسلا اا انت واجعتيني فمشيت لان انت شايفوه خلي بالك انت شايفو ان هو موجوع على فكرة عشان كده هو بيتشاه ممكن تكون انت يا برج الدلو وممكن تكون عكسية انت لنهيت العلاقة ومشيت ووجعت قلب الطرف التاني ممكن تكون عكسية يعني الطرف التاني هو اللي واجع قلب برج الدلو مش هو برجب برج الدلو بالعمل كده والددل والتعنات ومشيت وسته فانت شايف ان انت شايف ان انت واجعت قلبه ومشيت ان انت ازيته وهو شايف ان انت اددت وضغرك اا ومشيت وسته ونهايته ودست على مشاعرك ويلا بقى مع السلام عشان كده وبعد اللي حصل له لانه موجوع على انت عارف انه قلبه موجودة سواء بقى حصلة منكم بس انت عارف انه قلبه موجودة لانه هو بيتشافى بيتشافى من ما حصل ده فهو شايفك ان انت نشيت واخترت الطريق تاني سبته هو ومسكت في حاجات تانية ممكن يكون اختلفته على شغل مسلا يعني مسلا انت مسلا قال لك لأ ما تشتغليش ينعي الشغل مسلا او قلتوا متجاوزين او مخطوبين او اي حاجة فانت اخترت الطريق ده وقلتوا له سلامة بقى او نهيت العلاقة الاسباب التانية مش حاسس مثلا او ما حستوش فاول العلاقة فانشيت طيب في ايه الخطوة اللي هو نوي ياخد هذا برج الدالو الطرف اللي معاك نوي انه هو يبقى غامض نوي انه الخبي ما تبقى من مشاعرك هو تشافه اه هو تشافه من مشاعرك مشاعر عموما السيئة بس لو في مشاعر تانية حب هو نوي خبيه لان انت عايز تقدمه صالح عشان كده بقولك لو انت اللي نهيت العلاقة ورايح تصالح اهو انت عايز تتجوز وعايز تقدم له عرض على فكرة انت عايز تقدم له عرض كده؟ وانت كبور جدالو عايز تقدموك تكون القراءة عكسية يعني القرف التاني واللي عايز يقدم العرض وعايز يتجوزك وراح يقدم عرض وانت بقى اللي هتقافل على مشاعرك اهو عن الغموض قافل على مشاعرك وعمل غموض ونخذ المشاعرك فالطرف ده نخذ مشاعرك وناوي خذ المشاعرك لو انت جيت له تاني او هو جيه لك بقى تاني لو قراءة عكسية فانت نوي تخذ المشاعرك او هو بقى اللي نوي خبئ ايه مشاعرك لان انت نوي تبديله عرض انت نقل ناسك وهو عرض وهو مسائل خير مسائل خير انا جاي يقدم عرض ايه عرضك يا بورج الدلو انا عايز اكدر انا عايز الاستقرار انا عايز اكامل الحيتي معك او الطرف التاني هو اللي وجع قلبك خليك بالشكل ده ما تلقش يفكر يجي ينوي على الخطوة دي طب هو شايف العلاقة ازاي شايف العلاقة ان العلاقة دي علاقة فيها آآ كثير من البطلة علاقة ماشية تا 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 اشخاص طبعنا اذا去 pointless وصل لكده فالعلاقة محتاج ياحن على ازفا العلاقة غدت زي ما يقولوا اذا الابدت عمو عزن ان فصل ان ان فصل ان الإفصال يظهر القرآن عدد فانتر Nä سے علاقة مواقش معي دمنا معنا واحده اكثر تنring nich draughtنفстав الحاجز ان فانترنا لابد اخير اوي تا تحتبرو او اسف لصول بسار . foss tent انترzan ولس لسا تعريف انت واجعته سواء بقى هو بقى اللي ماشي وسابق او انت اللي بديت لضهرك اه ومشيت من العلاقة وهو حاسس ان العلاقة وقفة او كانت وقفة العلاقة دي كانت وقفة وهو شايف ان العلاقة وقفة والفعوز لا ومفيش حد فيكو بيتحرق مفيش حد حدش بيجي محدش بيروف حدش فيكو بيتحرق يعني لما احنا اللي فينا سنوحشين بعض بقى ما نكلمشو بعض ليه ما نعرفش شايف ان العلاقة اه ممكن تكون محتاجة تفكير ازياد لو انت يعني لو انتو هترجعوا مع بعض دين ويتقدموا عرضي فعلا وهو محتاج لأ محتاج يفكر اكد اه انت شايف بقى طبعا الكرتين شبه بعض انت شايف ان هو التوقم يعني شايف ان هو شبهك وان هو ده شخص اللي انا خلاص هستقرم معا هو ده انا خلاص لقيته خلاص ما نتحولش انا نتحولش انت هيشايف ان هي عزلة وهتخبي مشاعرك عني انا بحبك بلا وهجيلك وهقدم عرضي ولو راجل الشخص هاجل ان انت 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 الشخص اللي انا هبني مع المستفى لدي انا هقدم لك العرض وخلاص انا شخص بيط على رجل هو اللي هجاي لك على الحصان وردتها انا مش خايف من الحاجة ولا لابس لك خوزة ولا ولا انا مش خايف انت كبرج دالي وانت اللي بتقدم العرض انت مش خايف من العرض لو عرضه مصالحة فانت مش خايف انا انا غلطت في حقك او جاي صلح اللي حصلها فانت مش نهيت بس انا جاي صلح فانتش خايف وشايف ان هو الشخص الجميل اللزوز بتاعك النسيحة بتاعتك بتقول لك اشتغل على علاقة يا كبرج الدالي كمل واشتغل بص لما تشتغل اطلع عروض اطلع عروض اشتغل على لقا اشتغل على لقا حتى لو هو بيين لك ان هو اه مثلا انا مش راجع او انا مش هرجع اه انا حرة مسلا لو انت لو انت بلقا حدين تقول لك ايها حرة ولو انت يبينت مسلا تحس ان هو بيقوت بيه مش عايز يبدأ علاقة على فترة وهو مخابر مش عارفه واخد عهد على نفسه ان خابر مش عارفه وعايز تفكير بفقر ومخابر مش عارفه عنك لو انت عاد قدمي له عرض مسلا يعني برج الدالي عموما في البنات بالتحديد ما برضو جريئ اا اشتغل على علاقة تستحق ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة